السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد سمعوا لي على التقرميشة الصراحة الوصفة اليوم فاتهضر على رأسها ما نحتاج انني نعطي بزاف ديال المقدمات فاخليكوا معي باش شوفوا وصفة ديال الكوكيز ناجح وخاطير في المدق وأحسن من ديال السنقة فباسمي الله على بركتي الله نبدو بالمقادير غدينحتاجوا نصف رابعة أو المي وخمس وعشرين جرام ديال الزبدة بحرارة الماتباح قبيصة ديال الملحة ساشد الفاني وكأس ديال السكر البني انا ما توفرش لي ديك الشي اللي شدرت كأس إلا روع ديال السكر سانيدة وازتماع ملعقة كبيرة من فلون كاراميل لفيه السكر باش يعطيناك قرميشة في حالة ما كانش عندكم فلون ديروك ملعقة كبيرة ديال العاسل الأسود كنخدموا هذه الخليط ديالنا مزيان تكدوب لنا الزبدة بعد كنزيدو كأس إلى روع ديال الزيت النباتية إلا كنتو خدمتو بالزبدة ديال الباطن كنزيدو كأس ديال الزيت النباتية ولكن الزبدة الحيوانية سيكون أحسن ستعطينا المدق بني أنا هنا بالطب تستعملت الزبدة ديال دا سيكون نخدم الخليط ديالي مزيان تكدوب لنا الزبدة اللي استعملنا ومن بعد كنزيد البيض بحرارة المطبخ أنزت بيضتين من حجم المتوسط وكنعاود نخدم الخليط ديال حتى كنساجموا لنقاع العناصر بالنسبة للمقادير ستلقوهم في صندق الوصف بالقرام وبالعبار ديال الكاز من بعد ما كنساجموا العناصر ديالنا مزيان إلا بودوا تخدموها كايب العجانة سيكون حسن ستزيدوا 1.5 ديال الخميرة الكيميائية وكنزيدوا الدقيق على حسب الخليط انا بالضبط دخلت لي 500 جرام او ما يعادي لنصف كيلو ديال الدقيق بالنسبة للشوكولات نستعملوا أنا من قبل قطعتها مصورتش لمقطع قطعتش ديال شوكولات غالة العادية قطعتها مربعة هكا صغار قطعتها مربعة هكا صغار باش ما يوحلوكم شفاش كتجو تسرحوا هكا العجين وكتدخلوهم مجميد باش كي يجمدو باش هكا فاش كنزيدوهم في العجين او ما تبقىش دوبلين وكتلق لنا كل شوكولات في العجين وما تبقىش كي يشكل اللون ديال هزوي ندخلوها للتلاجة كانت عندكم شوكولات اللي كتكون فيها النسبة ديال الكاكاو عالية غادي يكون احسن ولكن حتى هكا تشوكولات العادية ما كتدوبش هكا في الطيب ما تخسرش لنا المنظر ديالي كوكيز كيف ما شفته ندخلها للفريقو تكن جمع أنا العجين ديالي كتجمع عاد كنزيد وما نشي كنجمع العجين تكتولي ديال العجين هكا قاسح وفي نفس الوقت انتم غا تشوفوا السماكة كيفاش غادي تكون كنزيد في الدقيق ومن بعد كنزيد ديالك الشوكولات اللي كانت عندي جامدة ممكن تزيدها كحتى الفواكية اللي جافات تزيدها كالزبيب انا كتفت فقط بالشوكولات صافي بما كان دلكوش اللي عجين كانش ما كغير واطراف الأصابع ندخلو ديالك الشوكولات ندخلو العجين هكا ترتاح فهذه الآثناء نشعلو الفران ديالنا نجعلوه كي يستعمل فران دياله شعلتو غير على 160 درجة الفران ديال الجاز يتشعلو غير من التحت و ندخلوه كي يسخن على خاطره من بعد كنشدو العجين ديالنا نسرحوه ما بين جوج بلاستيكات و نجيبو القطاعة كدوائر من بعد باش تسهل علينا ندخلوها للفريقو انا قطعت العجين لقد قطعت العجين انا قطعت العجين لقد قطعت الفريغو ريتما نصوب المجموعة الثانية ممتاز تقوم بالطاوة ممكن تخدمه بلامة يشرك الفريغو التهوية بل قطاع صغيرة انا قطعت عجينة تحمر أهم شيء في الكوكيز هي الطياب الطياب يجعل الكوكيز كم قرمش و كم حمر من الداخل الطياب يخصي طبع للمهل كي يشد الوقت الصراحة في الطياب ندخل الطياب لتحت هنا يزد الحبيبات الشوكولات بالنسبة للطياب ندخل الطياب إلى 150 أو 160 درجة يسخندر 150 درجة ندخلهم أو الغل ندخل الطواط آخر يعطينا الطياب طويها يدخلهم طياب و يدخلهم طياب و يجعون مقرمش بالنسبة للطياب نعمى الطياب و نعطيهم وقت اتمنى انكم تجربوها انا متأكدة ولدتكم غادي يحمقوا عليه والله يلاتقوا بيارة احسن من ديال الزنقى انا في واحد لما دق ليبنين وما فيش ديك القوة الحلاوة اللي كتكون هكا في ديال الزنقى فجربوه وانا متأكدة غادي نال اعجاب ديالكم وخليوا ليه في التعليقات كيف جاكم وما تنسوا تشجعوني وتبارتوا وجيولا فيديو مع احبابكم وصحابكم وخليوا ليه كومنتر بالنسبة لفرنها انا كما قلت لكم خدمت التحت والفوق بالفرفارة حيث اشدرت جوج طاوات فكنتروليكم معيش في فيديو جاي ان شاء الله بسلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله بصحاب الراحة